الفنانون فصيل طليعي ملتزم بقضايا المجتمع ويساهم في بناء الوطن والإنسان هو عنوان ابتكره نقيب الفنانين زهير رمضان ليكون شعار المؤتمر السنوي لفرع نقابة الفنانين في دمشق الجملة تحيلك للوهلة الأولى إلى الخطابات البعثية المتخشبة لتكتشف بعض لحظات أنك أمام نقابة الفنانين وليس فرعا حزبيا أو أمنيا ولكن العرفة والمتابعة لتصريحات وأفكار النقيب رمضان لن يستهجن ذلك أبدا فهو متماهن مع نظام الأسد حتى النهاية حتى أن البعض يرى فيه ملاكيا أكثر من الملك رمضان صنف الفنانين السوريين ليس حسب إبداعهم أو تاريخهم وحتى خبرتهم كان معياره الوحيد هو الولاء لنظامي فقط ومن خالف ذلك جرد من صفته النقابية بحجج وهية كأن يفصل زهير رمضان من النقابة الفنان جمال سليمان وأيضا المخرج الراحل حاتم علي وأخر تصنيف خرج به في المؤتمر هو ثلاث فئات للفنانين هي فنان أو فنان أول أو فنان ممتاز والذريعة إنصاف الفنانين وتحقيق العدالة ويبدو أن تصنيف رمضان المبتكر لن يخرج من دائرة الولاء للنظام فالمعيار حسب قوله هو ما قدمه الفنان لبلده والمقصود النظام بغض النظر عن الكفاءة والموهبة والخبرة ما زال زهير رمضان يهيمن على كرسي نقيب الفنانين منذ سبع سنوات رغم كل اعتراضات الفنانين الذين اتهموه بالتشبيح عليهم ونجح في الانتخابات الأخيرة ليكون نقيبا شبه أباديا على مقاس المرحلة يخرج ليهدد باقي الفنانين ويوزع شهادات الوطنية حتى على الفنانين الموالين ويهددهم أحيانا إذن تتحول نقابة الفنانين في سوريا إلى أشبه بثكنات عسكرية يوزع فيها النقيب الرتب على الفنانين ويتوعد المعارضين منهم والذين غاد رجلهم البلاد وإن عادوا ففي نعش وجنازة مهيبة غابا عنها النقيب اشتركوا في القناة